بسم الله الرحمن الرحيم رضا الله له أسباب وطرائق من أراد أن يحصل على رضا الله فعليه أن يسلكها ومن أمثلة ذلك عبادة الشكر فإن من شكر الله عز وجل على نعمه فإن الله يرضى عنه كما قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم فشكر الله عز وجل من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد وهكذا وفاء العبد بعهد الله عز وجل وقيامه بالواجب الشرعي عليه من أسباب رضا الله جل وعلا عن العبد كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية ومن الوسائل الموصلة إلى رضا الله أن ترضى أيها العبد عن الله فإذا كنت ممن يرضى بأقدار الله ولو كانت مؤلمة وكنت ممن يرضى بأحكام الله ولو كانت مخالفة لهواك فإنك حينئذ تنال رضا الله كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه فلما رضوا عن الله رضي الله عنهم والجزاء من جنس العمل وهناك أمور سهلة يسيرة ينبغي بالإنسان أن يدرسها في أسباب رضا الله جل وعلا ومن أمثلة ذلك أن يحمد العبد ربه على ما يتناوله من طعام وشراب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها ومن هنا فإن حمد الله تعالى له أسباب فإن رضا الله جل وعلا عن العبد له أسباب ينبغي بنا أن نسلوكها لنحصلا مرضات رب العزة والجلال بدل умroh adalah melakukan умroh yang diniatkan pahalanya untuk orang lain yang sudah tidak mampu melaksanakannya sendiri karena telah wafat ودرساكت أو توارنتا yang sudah tidak sanggup lagi diharapkan perjalanannya ke Mekah بدل умroh bersama kami dilaksanakan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah pelaksana oleh Ustad pembimbing yang berpengalaman satu pelaksana badal untuk satu jiwa yang dibadalkan biaya 2 juta untuk satu jiwa إن شاء الله amanah dan profesional